يمنيات يخضين بتقدير العالم ناشطات في الدفاع عن الحقوق والحريات وباحثات في العلوم تركن بصماتهن القوية على هذه الأرض وامتد أثر كفاحهن محلياً ليجد له صداً على مستوى العالم اليمنية التي أوكلت قسوة البلاد لها مهمة تقديم اليمن للعالم نذرت نفسها للدفاع عن حقوق الإنسان في بلد يضج بالقتلة والمجرمين المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان هدى الصراري نالت مؤخراً جائزة مارتين إنالز لعام 2020 والتي تعد أرقى جوائز حقوق الإنسان في العالم وتعرف بجائزة نوبل لحقوق الإنسان هدى دافعت كثيراً عن المختطفين وكشفت عن وجود سجون سرية وعمليات تعذيب في اليمن ودفعت ثمن هذه المهمة الخطيرة غالياً إذ اغتيل ابنها بسبب مواقفها الحقوقية المنددة بالانتهاكات التي تمارسها الإمارات والميليشيا في عدن الناشطة ياسمين القاضي رئيسة مؤسسة فتيات مارب تم تكرمها بجائزة المرأة الدولية للشجاعة وهي جائزة تمنح لاثنتين عشرة امرأة من مختلف دول العالم جائزة المرأة الدولية للشجاعة تقدمها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية لنساء اللواتي يظهرن الشجاعة والاستعداد للتضحية من أجل الآخرين أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب الدكتورة فتحي زخيم التي فازت بجائزة إليتفير للعلوم لمساهمتها البارزة في الهندسة والابتكار والتكنولوجيا أسماء يمنية تشرق في وجه البلاد وقصص تحدث العالم عن عظمة شعب يرغب بالعيش والعطاء وقبل كل هذا يرغب في السلام